السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا استفسار من حد من الأخوة كيف نعرف درجة سخونة الماء 50 درجة مئوية الإجابة هناك عدة طرق لقياس لتعرف على درجة سخونة الماء ساخن وأنصح بشدة لأول مرة أو حتى أحيانا بعض الأوقات استخدام قياس حرارية للتعرف على سخونة الماء الساخن درجة حرارة بالطريقة هذه أنك تخلق ما يسمى الوعي بيولوجيا يعني أنك تستطيع أنك تتعرف على حرارة الماء الساخن بمجرد تجربة بعد تجربة القياس من خلال القياس الحراري أو الثرموميتر هذا أول شيء ثانية طبعا لا يلزم بأنك تستخدم هذا القياس الحراري كلما تريد تناول الماء الساخن وعندما نقول تناول يختلف بين التناول والشربة والرشفة الماء الساخن يعني الماء مختلف درجات سخونته البارد والحار يشرب يشرب حيث أنه ممكن خلال جرعة واحدة تخلص كأس كامل والرشفة معنى أنه درجة سخونة عالية جدا أنك لا تستطيع تملأ الفم خلال جرعة يعني يحرق هذا يكون برشفة أما التناول معنى أنك تملأ الفم خلال جرعة وهذه طريقة مهمة جدا للتعرف على درجة سخونة الماء الساخن معنى أنك بمجرد تستطيع تملأ الفم خلال جرعة واحدة وتبلع هذا الماء الساخن دون أنه تحرق الحلق أو تحرق لسانك أو فمك هذا هذا هي تجارب أن الكثيرين لا بد أنه يعني يكون ملمة بدرجة سخونة الماء الساخن وفعلا هذه تجارب أجريناها إذا الماء الساخن تجاوز عن خمسين درجة مائوية يكون من الصعب ملء الفم يعني إذا تنين وخمسين يكون بداية خلال جرعة الحرارة تتفع ولا ننصح ذلك وإذا وصل خمس وخمسين يعني ساخن كثيرا إذا ما تستطيع إذا تملأ الفم وتبلع رح يحرق المعدة ويحرق حتى الأمعاء والحلقة والفم لذلك لا ننصح نعم وإذا أقل من خمسين درجة مائوية يكون يعني نحن حاولنا نوصل إلى الدرجة أعلى درجة سخونة لخمسين هي الدرجة حقيقية وفعالية لدى أشخاص البالغين من السن المراحق وما فوق بينما الأطفال مدونة السن المراحق حتى الطفل مولود جميل أعمار لأطفال يكون الماء ساخن على درجة حرارة أربعين درجة مئوية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متحدث أخوكم ومحبكم دور فارس بن راشد بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان مؤسسة حقوة والنس الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة طب الحاكوباثي بالولايات المتحدة الأمريكية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر